دائما الأدب والثقافة حاضرين معانا بقوة في حضرة مساء يوم الجمعة يا هديل ممكن كنا في جانب الرواية هذه المرة سنأتي إلى الشعر والكلمة الحنينة والكلمات الغزل وكلمات الحب وكلمات الغربة والفراغ وكل الكلمات اللي بتجمع الشعر وكتابة الشعر وإحساس الشعر أكيد من داخل الستيديو معانا زينة طيب الشعر أهلاً ومرحباك مرحباك 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 كل متابعي غناة البلد وساعدتك ونا نكون في استضافة معاكم للمرة الثانية إن شاء الله كمان أقدم معيني لعجابكم إن شاء الله طيب نبدأ معك مباشرة يا زينة الجديدة عندك آخر الحديثة التي قتبتها أه بقول كي زيارة قام عاكم بي دعوة من أخواتي بدأ عرب عزازة ربيت في الريب بيوت قطاطي حشاني ما تابحت استفيه تابع الحريم والواط عزرا ما مفتريه لكن دقان حياتي أنا في الطريق وقايا ليقا معاكم لا قاني واحد أظن من شلتكم بتقري وين وخريجة وكلام كتر فيكم ما قاوبت حصد حصل ليه فوران في الدم قال لي ما من حقك تفتري أفتري أنا قلت له لشنو قال لي متخصص إنجليز وخريجة السنة وما من حقك تفتري علي يا بيتنا شايفاه قابليه شوية الشيطان أتصل علي صاحب وأغانب الإنجليزي زندنا قال ليه ما تقطع احتمال تفهم حاجة مننا قال ليه ما تنسى دي الناس دوره كار في الإنجليزي أقل مننا جواب ليه أنا ما بقري عشان أوري الناس قصة حياتك والله ما بتهمنا قصة حياتك والله ما بتهمنا يا فرام دي انتي هي إتي كتبتيها وانتي دواك حاجات كثيرة ومشاعر كثيرة مستخبطة بحك لينا القصة اللي خلتك تكتب الحاجة قلي كتبتها ماشا جمعات بحري عزمون كان في درادشنا في الجامعة وانا صناف المواصلات ركب جنب واحد إذا الفينين انتي من وين وجاه اللي شنو وبعد ما جاوبته قاموا قال ليه انتي مفترية ومفتكرنا أنا ما بعرف لغة إنجليزية اتصل عليه صاحبه والمهم يعني النظام مصخرة ولدد عليه في الجامعة بالكلام ده نعم وانت يا ساجوري عرقتك في الإنجليزي وغلاي كويسة كويسة؟ بتشاغل برضه في الإنجليزي لا أنا ما نبدأ بالإنجليزي بس في حدود العلم حدود الراندوك بتاعنا نعم طب عنديك حاجة ثاني كاتباه ومجهزة هلينو شو لكم الغزل؟ بقول إحلى يوم لما نقعنا فوق السنتر وشلت نهاري في ملامحه تذكر جميله فيه جماله زايد أكثر قلبي معاه وعقله ذاته توتر لما نمشي يا سادة خلليه الساحة دسيد هوايل معاه بحزب الراحة فراقه حار زيد درس المعاون التاحة ودمكوكه يده كريمه للكل متاحة عقصته بدعقته مخالية من قرسومة ومش شفت الفرحة في دواقل مرسومة ولا حزنت ولا ينبى الغلط منت مهموم وفذكرني الصلاة ومش شفت في قطنة حرومة ولو قدت الجمال لو ما خاف الكذب أقول لكم يوسف ذاته وغسن بالله زي البيرديل وقناته يلفيك اتبرشته اللي حكست الجماعة الفاته بالحال العلي يشهدا علي أخواته صبقت شاعرنا ودنقع وعاشق إيمان ذاته جماله من القمر مياخد حتة ودعربا عزازا عمره طمانتاشر زايد ستة يشلت قلبي معاك وخليت لي بسك جتة عشانك بحش وبزرع وبفتح كمان لبستة وبسوريني كيف نألم فيك انت وبسوريني كيف نألم فيك انت أبشر يا ساجوري أبشر يا سلام ساجوري اللي هاتوا مدى جيلكم من الفنانين الشباب قدروا يستفيد من السوشيل ميديا ومواقع التواصل اجتماع في انكم انتم تصلوا لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين والله السوشيل ميديا ليه دور كبير طبعا أنا قاعد أقول الحاجة دي كتير يعني ساعدت كتير في انتشار الحاجات بتاعتنا كشباب الأغاني الخاصة أو حتى المسموعة يعني على مستوى الصوت أو الفيديو الصورة يعني فليه دور كبير طبعا كل مواقع التواصل الاجتماعي وسهلت لينا كتير يعني أكيد طيب كيف بترى الوسط الفني حاليا والمعاملات الموجودة في الوسط الفني وقرب الفناني ليك والله يعني التعاملات أي نوع من التعاملات التعاملات يعني التقارب من بعض الأصدقاء الأكبر بليك من الفنانين اللي في أجيالك الأكبر منك المتواصل معهم والله أنا يعني شوية كده على اغتب الوسط ما قوية لكن يعني بعرفهم يعني عندي أصحابي يعني مثلا زي نزار المهندس مثلا أو عصمت يعني حتى في حاجات أو أعمال يعني عملنا مع بعض أو جماعتنا مع بعض بعد كده يعني علاقتي مع العاسفين كويسة برضو مع الشباب مع الشعارة والملحينين اللي بدعامل معهم لكن عامة كده يعني ما أنا ما اجتماعي شديد يعني ما طب خلاص سمعي طب نسمع شنو حنسمع التوب للفنان الكبير الراحل على إبراهيم اللحو هي كلمات الشاعر صادق الياس والحان على إبراهيم اللحو نسمع ترجمة نانسي قنقر 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 الحبيب مره ريت قدره في كل البناء ما بشوف قدره الشغف وهو جنور الشغف وهو جنور و جنور مان ستروا قالوا الزود تعال احنا ما قدروا شوف عيني اللي لا لا شوف عيني بحش ملابس قلتوب ساك يا مالك هاي بيا المحبوب موسيقى اختارت دياب منسجمة الألوى والزوق الجميل في لبس كان برهان موسيقى 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 ويا أخوانا جمال موجود في كل مكان لكن الجمال الأصلي في السودان شوف عيني الليلة لابسة دور شوف عيني الليلة لابسة دور دو خد يمارك زيني محبو موسيقى 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 يا مالك يا حلو يا حلو يا مالك يا حلو يا حلو يا حلو وما جايزه معك لو شافوا نريد يا حبيب معنو شوف عيني الليلة لابس الدول مشووف عيني الليلة لابس الدول يا حلو مشووف عيني الليلة لابس الدول يا حلو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصلا انا من القزيرة قزر في مقرغر يتمونى والتحية لكل اهل اللي بقزر في مقرغر يتمونى بكتب على حسب البيئة واجع ردو بيت فخر غزل هيا يعني كل ما قاني خاطر في الشعر بكتب ما بدأسر ادينا هجاوة ادينا غزل ادينا فخر اقول لو قالوا العرب بقوم وبرفع يدي مبسوطة قسم بالله الحارة نحن ما منفوتها اهل سروا وقلبي في بيوتنا مربوطة ومم نخاف وين ما فوتنا من قوطة انحنا بلد السمك واللبن وقبنا وكرم الضف من عد واقم من واقبنا لو داير تقسر قالتنا وتختبرنا اغلط معانا منحرقك حي او معاك حرقنا انحنا اقداد نشارك بمعرك الشيكان ومن الغرنا يا سادة الأمن السودان بريطانيا تشهد علينا عندنا الراجل الذكران وما عندنا راجل برفع يدو على النسوان صحيحا احنا عرب وناكل ملاحة اللبن والويكا وملاحنا خرليه من عربية بيشيكا ساح تلمحن والمصايب تقيكا انحنا يا بلد بياروحنا نفديكا انحنا يا بلد بياروحنا نفديكا اي اي زول بيكتب شعر اي زول بيغني عنده كيف معين عنده مزاج معين بيهيئ نفسه عليه وقبل ما يكتب غصيدة او كله قبل ما يليم احاسيسه ويكتبها مفرد التقوصة اللي انت بتعمليها قبل الحاجة دي شو؟ والله انا احتمال اكون بقراء عادي قيني احسس انو اكتب شعر في الغاعة وماشر في الطريق في مواصلات ما بدأسر كنت زمان بدأسر لكن اتسبيقية عادي بمارة المهنة دي لكن اكتب شعر بكتب بالليل الشعر يعني من الساعة الثلاثة وليفوق انا احتمال اصحقت بشعر عادي بس ده توقيت بطائق ده اكتر وقت ايوه اكتر حاجة بتكتب شنو غزل اكتر شغزل بنبرش بمبراشات بمبرش لينا اصيبك اصيبة تانية بمبرش ليكم بتقول ما تزعل لو قال ليك الزينة بقت مخطوبة او سميحتي حفلتي بمنال البدري او الدوبة يلفيك حاربت اولاد عمه واجهت كل صعوبة عشان بقيك قلابي تقول لي وداعني المحبوبة اديتني اعود اليها ما اوفيت تكوني حلالي وتكوني اليس بيت عشان بقيك قلابي ليه مشاري ما رايعت غسم بالله تاني في حياتي ما طليت وفي وضع تقول ليه شخصيتك اتناسيت سألت اللبن برقع درعه قال ليه ما ظنيت قلت ليه لا بغر النقروشك ولا شيكاتك ولفي سلامه على المصيبك قاتك قاني الخبر فقط نص ملاكك ما حزنت عليك مبسوطة وحاتك قار الزمن والغضر بالصدفة قمعنا ودي حقيقة بقول ليه كوزل بسمعنا قال ليه عودي حياتي حياتي بدونك ما لها معنا قلت لنا فصدق طيقة وخش السجن عادي اش معنا قال ليه شايفك عبرته وعملت لك يمهور وبقيت احلى من بنات الحور قلت له خلي كلامك الكل زور والذكر ساعد بيد علي مغرور والذكر ساعد بيد علي مغرور الزينة يعني والله استمتعني جدا بالقصائد وشرفتنا هنا وورتنا اليوم فتمنى لك ان شاء الله التوفيق ونشوف عنديك برضو قصائد مغنى وغنى عنا الساجوري وكل الفنانين ان شاء الله عندي اعمال مع فنان محمود التحقاقي ان شاء الله هتطلع من غريب ان شاء الله كله توفيت لك شكرا لك له تحية كبيرة جدا شكرا لك كثير الشاعر الجميلة الزينة طيب علي ساجوري شرفتنا نورتنا كثير سنتعنا محمد انت والفرقة الموسيقية الجميلة بغير تتصنزع وضفنودي وشازلي والهادي ومليجي وعاطف الموسيقيين والعصاز الفنانين الكبار اللي دائما بيبدعوا بيمتعوا لهم دور كبير جدا ويسام كبير جدا السوداني حتختم لينا بشنو يا ساجوري هنسمع غزالة البرية راحل للشاعر عبادة الرحمن الحنكروما نسمع نعم نسمع مردو مردو نعم 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 بمتعوا مردو مردو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة